تحية طيبة طلبتنا الأعزاء طلبة الصف السادس الأدبي عدنا معكم بتكملة سلسلة مراجعتنا المخصصة لمادة الرياضيات وتحديدا الفصل الرابع على وهو التكامل في البرنامج المخصص للتصل وسئل المخصص للإجابة عن جميع أسئلتكم طلبتنا الأعزاء ورح نجاوبكم عن جميع الأسئلة بالتأكيد ما عليك إلا تتصل ورح نجاوبك عن جميع الاستفسارات على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة عدنا وياكم طلابنا ما يتعلق بالنسبة للفصل الرابع والفصل الرابع على وهو مفهوم التكامل نحن عدنا بما يتعلق بالنسبة لمفهوم التكامل وهو عكس عملية أو عكس التفاضل عكس عملية الاشتقاق وما ملزم عليه الطالب هو كيفية إرجاع المشتقة إلى الدالة المقابلة أو الدالة الأصلية شلون أستخدم قواعد التكامل لإرجاع هذه المشتقة إلى الدالة المقابلة أو الدالة الأصلية هذا بالتأكيد من خلال دروس كاملة تبث من خلال فضائية العلاقة التربوية اليوم خصصنا أسئلة وردتنا من كثير من الطلاب اللي راح نجاوب عنها وراح نجاوب أيضا عن أسئلتكم اللي راح تصلنا بشكل مباشر ما يتعلق بالنسبة طلابنا سؤال عن مفهوم التكامل واللي هو راح يذكر بالسؤال سؤالنا تكامل لو اللاحظ الأكس تكعيب ناقصا ثلاثة أكس زائدا واحد مضروبا بيش بثلاثة أكس تربيع ناقصا ثلاثة الكل دي أكس شنون أكامل آني هذه الدالة؟ لو ألاحظ هنا بالنسبة لي حسب قواعد التكامل طلابنا احنا هنا لو نريد آني أكامل بشكل مباشر بالتأكيد ما أستطيع أكامل بشكل مباشر ليش؟ لأن احنا ضمن قواعد التكامل احنا عدنا التكامل لا يتوزع على عمليتي الضرب والقسمة لكن إلا في حالة وحدة أنا أقدر أكامل إن كان هناك دالة مرفوعة إلى أس ومضروبة بدالة أخرى وتعتبر هي مشتقد داخل القوس فأستطيع أكاملها حسب هذه القاعدة وهذا بالتأكيد ما شرحناه بدروس سابقة فهنا لو ألاحظ هنا أتابع اعتبرت وكأنه هنا هيدالة مرفوعة إلى أس واحد خل أبحث عن مشتقد داخل القوس زين شنو مشتقد داخل القوس وهنا داخل القوس اللي هي أكس تكعيب ناقص ثلاثة أكس زائداً واحد فمشتقد داخل القوس اللي رح تكون ثلاثة أكس تربيع ناقص ثلاثة لو ألاحظها هي موجودة ومتوفرة بشكل كامل فتعتبر ثلاثة أكس تربيع ناقصاً ثلاثة هي مشتقد داخل القوس فأستطيع أذهب لإجراء عملية تكاملها بشكل مباشر فرح يكون تكاملها أروح أزيد الأس واحد فهنا أس واحد فيصبح أس ثنين مقسوماً على الأس الجديد على أثنين زائداً ثابت التكامل زائداً سي زين أجرى عملية التبسيط باعتبار هنا معامل القوس واحد فرح يصير عندي واحد على اثنين للقوس مرفوع لأستربيع زائداً ثابت التكامل زائداً سي وأنهيت هذا السؤال نأخذ سؤال آخر طلابنا مثال لو ألاحظ أفرق بين السؤال الأول والسؤال الثاني السؤال الثاني هنا إجاني تكامل أربعة أكس تكعيب ناقص ثنين أكس تربيع زائدين خمسة أكس الكل شنو الكل دي أكس شون رح أكامل آني مثل هيك دالة فهنا بالحالة لو ردي أعتبرها دالة مرفوعة لأس عدم توفر مشتقة داخل القوس لكن يجي الطالب يقول استاذ بما أنه أس واحد إذن يمكن توزيع التكامل على حدود هذه الدالة فرح يصبح عندي هنا بالحالة تكامل أربعة أكس تكعيب دي أكس ناقصاً تكامل ثنين أكس تربيع دي أكس زائدين خمسة أكس دي أكس لاحظ وزعنا التكامل على هذه الحدود هس هنا استطيع أكامل بشكل مباشر فهنا رح يكون تكاملها أربعة أكس تكعيب وهو رح يصبح أربعة أكس أزيد الأس واحد وأقسم على الأس الجديد فرح يصير أربعة أكس أس أربعة مقسوماً على الأس الجديد على أربعة وأيضاً بنفس الأسلوب اثنين أكس تربيع مقسوماً على الأس الجديد اللي هو رح يصير اثنين أكس تكعيب على ثلاثة زائدين خمسة أكس تربيع على شقيد على ثنين ما ننسى إضافة ثابت التكامل ألا وهو زائدين سي زين بعد هاي العملية أجري عملية التبسيط إذا في حال وجود عملية اختصار على حدود الكسر الواحد أنا يمكن الاختصار وإذا لا يمكن الاختصار فأستطيع أقول هو سالب اثنين على ثلاثة أكس تكعيب فرح يكون عندي التبسيط وهو أكسوس أربعة ناقصاً وأستطيع أبقي اللي هو اثنين أكس تكعيب على ثلاثة زائدين خمسة أكس تربيع على ثنين زائدين ثابت التكامل خلوا نروح آنوا ياك بأسئلة أخرى ما يتعلق مثال جد ناتج أو جد تكامل ما يأتي طلابنا وهو تكامل أكس تكعيب زائد سبعة لكل مرفوع لأس أو لقوة خمسة مضروباً بيش بأكس تربيع لكل دي أكس هنا بما أنه هناك دالتين الدالة المرفوعة لأس وأكس تربيع هنا نضمن قواعد التكامل لا يمكن تكامل ضرب دالتين إلا بدالة مرفوعة لأس وتكون دالة ثانية خارجة وهي تعتبر مشتقد داخل القوس إذن إذا متحقق عندي متوفر هذا الشرط إذن أنا أستطيع أذهب لإجراء عملية التكامل يحذف رمز التكامل مع مشتقد داخل القوس مع دليل التكامل دي أكس أزيد الأس واحد وأقسم على الأس الجديد وأنهي عملية التكامل لكن خليه تأكد قبل كل شي هل الدالة الموجودة خارج القوس هي تعتبر مشتقد داخل القوس بشكل كامل أم يجب إيجاد موازنة لهذا الأمر خلينا نشوف أنا وياكي لو اللاحظ هنا هاي الدالة مرفوعة لأس خمسة إحنا ما أقدر أكامل آني إلا بتوفر مشتقد داخل القوس لكن هل هاي مشتقد داخل القوس؟ آني وياك قدنا داخل القوس أكس تك إيب زائد سبعة زين لح أروح أشتاقها فمشتقتها حسب ما درستها طلابنا بالفصل الثالث فمشتقة الأكس تك إيب هو ثلاثة أكس تربيع تربيع ومشتقة العدد الثابت صفر إذن ملزم آني أوفر ثلاثة أكس تربيع لكن لو ألاحظ الأكس تربيع موجود عندي إذن المتغير موجود أحتاج أوفر العدد الثابت فإهنا بما أنه العدد الثابت اللي هو ثلاثة عدم توفره إذن راح أسوي موازنة والموازنة اللي راح أسويها وهو معنا اتصال السلام عليكم أستاذ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أستاذ أنا من متابعي الدروس المباشرة أهلا وسهلا وحياك الله وياه مرحبا شون المعنويات بما أنه إن شاء الله المعنويات تكون جيدة الحمد لله لا كل التوفيق يا ربي النداء من بغداد أحتاج شرح تطبيق اقتصادي على التكامل ممكن السؤال عدد السؤال أستاذ شرح التطبيقات الاقتصادية شرح تطبيقات الاقتصادية في التكامل بالتأكيد مخصصين جزء من الأسلح عن التطبيقات الاقتصادية في التكامل وإن شاء الله نشرحها بالشكل الكافي والوافي نتمنى لكم التوفيق كل التوفيق يا ربي وإن شاء الله نتمنى لكم إن شاء الله تحقيق كل الأمان والأحلام وتحقيق أعلى المعدلات ما يتعلق بالنسبة لسؤالنا رجعنا هنا نحتاج لتوفير أو لعمل موازنة بين داخل القوس وبين خارج القوس فألاحظ هناك أن نحتاج لتلاثة فإحنا ما ننسى طلابنا العنصر المحايد بعملية الضرب هو الواحد العنصر المحايد بعملية الضرب هو الواحد فهنا أدنا قاعدة رياضية نقدر نستخدمها في كثير من أسئلة التكامل عند ضرب أي عدد مضروباً بنظيره الضربي فبالتأكيد هنا رح يكون الناتج واحد يعني بالتأكيد هنا الطالب لو يسألني يقول لي يعني إذا تشير استاذ مثلاً اثنين مضروباً ببيش نظيره الضربي اللي هو واحد على اثنين فاثنين في واحد على اثنين بالتأكيد رح يكون الناتج هو واحد وثلاثة مضروباً بواحد على ثلاثة إذن الناتج واحد وأيضاً سالب أربعة مضروباً بي سالب واحد على أربعة أيضاً رح يكون الناتج واحد فهنا لعمل الموازنة أحتاج لثلاثة فأسول موازنة طلابنا فالموازنة ستكون هنا أجيه بتلاثة يعني تلاثة مضروبا ببيش مضروبا بواحد على تلاثة اللي أحتاجه أنا وكأنه أخليه وين بمشتقة داخل القوس ومقلوبة اللي ما أحتاجه أطلعه خارج التكامل حتى هايما نسميها بعملية الموازنة وهنا بالحالة وفرت مشتقة داخل القوس وهنا كانت جاهزة لإجراء عملية التكامل ووفرت مشتقة داخل القوس إذن أذهب لعملية التكامل أزيد الأس واحد مثل ما افتهمنا وبي دروس سابقة فرح يكون أس ستة على ستة ما أنسى زائد ثابت التكامل زائد سي وبإجراء عملية التكامل يحذف رمز التكامل مع مشتقة داخل القوس مع دليل التكامل أزيد الأس واحد وأقسم على الأس الجديد زائد سي لمسة التبسيط البسط بالبسط والمقام بالمقام بإجراء عملية الضرب فستة في ثلاثة رح يكون واحد على ثمنتعاش للقوس أو أقدر أبقي بأكس تكعيب زائد سبعة لكل مرفوع للقوة ستة مقسوما على ثمنتعاش زائد سي زائد خلنا نروح لسؤال آخر سؤالنا الآخر اللي هو تكامل جذر تكعيبي لأكس دي أكس جذر تكعيبي أكس دي أكس شلون أنا أكامل مثله هي جدالة وحتى أكامل أنا أي صيغة جذرية أنصحك نصيحة طلابنا يجب أولا تحويل الجذور إلى الصيغة الأسية زائد شون أحول الجذور إلى الصيغة الأسية هذا أدنى قاعدة رح أوضح لك بشكل كامل هنا طلابنا يعني هنا مباشرة كل جذر نوني لأكس أس أم أنا أستطيع أحوله للصيغة الأسية فيصبح عندي أكس أس الداخل على الخارج يعني أس أم مقسوما على أم هايا انتبه لها زيان يعني هنا تقول لي شون أحول الجذر التكعيبي لأكس ما أنسى هنا الأكس مرفوع لأس جقد لأس واحد فمن أجي أحوله يعني حيصر الجذر التكعيبي لأكس هنا أس واحد فراح يصبح عندي أكس مرفوع للقوة واحد على ثلاثة هنا أنا أستطيع أكاملها بشكل مباشر فهنا بالحالة واحد على ثلاثة زائدا واحد هنا كثير من الطلاب شوية يسأل يقول أستاذ آني شوية بعمليات رياضية فهنا أنا أيضا هنا مخصص لمساعدتك بشكل كامل طلابنا فواحد على ثلاثة زائدا واحد فهنا عندك أكثر من طريقة لإيجاد الناتج بشكل مباشر لكن بما أنه أنا دائما العدد أزيدة جقد أزيدة واحد فأقدر أقول لك زائدا واحد في البسط زائدا المقام مقسوما على المقام نفسه يعني هنا مباشرة واحد على ثلاثة زائدا واحد رح تقول لي واحد زائد ثلاثة مقسوما على نفس المقام إذن رح أوجد الناتج الأس الجديد هو رح يكون أربعة على ثلاثة مقسوما على الأس الجديد على أربعة على ثلاثة ما ننسي زائد نسي مقام المقام بسط هو أقل بالكسر اللي هو أربعة على ثلاثة فرح يصير ثلاثة على أربعة وهنا أرجعها لموقعها يعني هنا العملية عكسية فكل أكس مرفوع لأس أم على أين فأستطيع أرجعها رح يرجع الجذر النوني لأكس أس أم شوف إذن هنا رح يرجع عندي هو ثلاثة على أربعة الجذر التكعيبي لأكس أس أربعة زائدا شنو زائدا سي ولهنانا إحنا أنهينا بالنسبة للمن بالنسبة لهذا السؤال نأخذ سؤال آخر وسؤالنا الآخر اللي هو تكامل اثنين أكس زائدا ثلاثة الكل مضروبا بأكس تربيع الكل دي أكس هذا أريدك تنتبه عليه وهذا السؤال هو يختلف عن الأسئلة السابقة احنا اتفقنا هنا التكامل لا يتوزع على عملية الضربة القسمة أو عمليتي الضربة القسمة زين هنا لو ألاحظ بالنسبة لهذا السؤال عندي ضرب دالتين هنا حتى آني أكامل ضرب دالتين عندي قاعدة وحدة ضمن المنهج هو دالة مرفوعة لأس ولازم الثانية الخارجة خارج القوس هي تعتبر مشتقد داخل القوس هل هذا الشرط متحقق عندي خل أجأني وإياك نشوف خل نشوف بالنسبة للشرط مالتنا قال استاذ هاي دالة مرفوعة لأسئل زين شنو مشتقد داخل القوس راح تقول لي مشتقد داخل القوس استاذ اثنين زين اثنين اقدر اوفره ايه اقدر اوفره لكن انصدمت ببيش انصدمت بموقع الاكس تربيع هذا متغير زين شون انا اكامل هذا لا يعتبر هو مشتقد داخل القوس زين وين ألجأ ألجأ لعملية التبسيط وإيجاد صورة مبسطة حتى استطيع اكاملها بما انه القوس ما مرفوع لأي قوة اذا استطيع ادخال الاكس تربيع على القوس فاذهب واوزع الاكس تربيع على القوس واش راح يصير عندي يعني ما كاملت آني يعني اروح ابسط فمن اوزع الاكس تربيع على الاثنين اكس يصير اثنين اكس تكعيب واكس تربيع مضروبا بثلاثة ثلاثة اكس تربيع هس يمكن اجراء عملية التكامل بتوزيع التكامل على هذه الحدود فرح يصير عندي تكامل هنا اثنين اكس تكعيب زائد ان تكامل ثلاثة اكس تربيع لكل دي اكس فهنا بالحالة هذا اكاملة ازيد الاس واحد وأقسم على الأس الجديد فيصير 2X4 على أربعة زائد ثلاثة X تربيع فزيدة واحد يصير تكعيب على ثلاثة زائد ثابت التكامل زائد سي في حال وجود اختصار وتبسيط أني أجرى عملية الاختصار ثلاثة وية ثلاثة على ثلاثة بها واحد على ثلاثة بها ثلاثة يعني شو بقى عندي؟ بقى عندي X4 على ثلاثة زائد X تكعيب زائد C وينتهي هذا السؤال هنا بالنسبة المل لهذا السؤال اللي هو جد ناتج ما يأتي نقدره شوية نعدل عليه وراح نذكر به اللي هو جد تكامل كل مما يأتي جد تكامل كل مما يأتي زين خلوا نروح وين أنا وياكب أيضا بسؤال آخر وسؤالنا الآخر اللي هو تكامل X تربيع ناقصا واحد مضروبا نبيش بثلاثة ناقصا X هنا شو رح اتعامل ويا طلابنا؟ هاية دالة مرفوعة لأس واحد وهاية دالة ثانية أيضا مرفوعة لأس واحد زين هل أكو علاقة ربط بين الأولى والثانية؟ هنا مشتقتها مشتقت داخل القوس 2X زين يعني مونفس هاي هاي مشتقتها اللي هي سالب واحد يعني ماكو ربط بين الاثنين زين هنا وين أروح؟ أذهب لعملية توزيع القوس الأول على القوس الثاني أو حدود القوس الأول على حدود القوس الثاني حتى أتخلص من عملية الضرب يعني ش رح يصير عندي؟ رح يصير عندي ثلاثة X تربيع ناقصا X تكعيب ناقصا ثلاثة زائدين X هذا من بعد التوزيع يعني صار عندي شكم حد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة يمكن هنا توزيع التكامل على هذه الحدود وهنا أقدر أكامله حسب القاعدة مالته وهنا يكامل حسب القاعدة مالته زين يعني هنا رح تكاملت فتكامل ثلاثة X تربيع ثلاثة X تكعيب على ثلاثة ناقصا X أربعة على أربعة ناقصا تكامل لثلاثة هو ثلاثة X زائدين X تربيع على اثنين الكل زائد ثابت التكامل زائد سي بإجراء عملية الاختصار والتبسط إن وجدت فالثلاثة ويالثلاثة تختصر هنا عدم موجود اختصار ببقية الحدود إذن أكتب السؤال بالصورة المبسطة فيكون X تكعيب ناقصا X أربعة على أربعة ناقصا ثلاثة X زائد X تربيع على اثنين زائد سي وينتهي سؤالي وهنا أقول لك حصلت الدرجة الكاملة ناخذ وننتقل لسؤال آخر وهنا صار عندي تكامل ثلاثة على X تربيع دي X نجح على هذا السؤال هنا ثلاثة على X تربيع ثلاثة على X تكعيب ثلاثة على جذر تربيع لX وي وي إلى ما لا نهاية شون راح أتعامل آنوية هيش أسئلة طلابنا هنا احنا قلنا قاعدة التكامل لا يتوزع لا يوجد تكامل حاصل ضرب دالتين أو قسم الدالتين إلا من بعد التبسيط لكن أرجع بعبارة تكامل ضرب دالتين إلا بالقاعدة هناك علاقة دالة مرفوعة لأس والثانية تعتبر مشتقد داخل القوس أستطيع أكاملها لكن بهذه الصورة ثلاثة على X تربيع بما أنه هنا شلون أتخلص من عملية القسمة والتبسيط بما أنه المقام من حد واحد والبسط أيضا من حد واحد فهنا أقدر أقول لك أنت قاعدة وركز وياه حتى أكامل مثل هي السؤال فتقولي أنا أقدر أقول كل A على X أس شنو؟ � guidance أقدر أكتب A X أس سالب N فهنا بالحالة ش رح يصير عندي؟ رح يصير عندي بالتبسيط ثلاثة X أس سالب N وهنا بالحالة أروح أكامل أزيد الأس واحد وأقسم على الأس الجديد فيصير ثلاثة X أس سالب 1 على سالب 1 زائد C لمسة التبسيط أصبح عندي سالب 3 على ننتقل لسؤال آخر أيضا جاء التكامل ما يأتي بنفس الأسلوب التكامل ما يتوزع على عملية القسمة يعني ش أسوي هنا طلابنا أرفع المقام أرفع للبسط فاش راح يصير عندي هنا راح يصير عندي بما أنه السالب 2 راح يصير أس أس 2 أصبح الدالة مرفوعة إلى أس أوفر مشتقد داخل القوس يعني هنا دالة مرفوعة للأس أو لقوة مشتقد داخل القوس لو ألاحظ أنا وياك واللي هي 2x ناقصا 4 لو سحبت الاثنين عام المشترك يبقى x ناقص 2 لو ألاحظ x ناقص 2 أنا عندي إذن أحتاج أوفر الاثنين أسوي الموازنة أجيب الاثنين أطلع مقلوبة خارج التكامل اللي هو 1 على اثنين إذن سويت الموازنة أروح إجراء عملية التكامل سالب 2 زائد 1 إذن راح يكون سالب 1 مقسوما على سالب 1 هنا بهالحالة هنا اللي جئنا للتوزيع لتثبيت المعلومة لكن يمكن الطالب إجراء عملية التكامل وإيجاد هذه الخطوة ثم عملية التبسيط ورح يصير عندي سالب 1 على 2 أنزل القوس للمقام حتى يصير الأسمال تموجب وأنتهي من هذا السؤال زين أروح لسؤال آخر هنا تكامل وأيضا قسمة x4 ناقص 8 8x مقسوما على x ناقص 2 زين إش أسوي هنا إحنا قلنا التكامل ما يتوزع على القسمة زين إش أسوي هنا بالحالة أذهب لي سحب حتى أسوي علاقة بين البسط والمقام أسحب أسحب x عامل مشترك فأصبح عندي x x تكعيب ناقص 8 على x ناقص 2 زين شلون راح أتعامل وأتخلص من المقام راح أتقول لي هنا ستاعد هذا يمكن تحليله إلى فرق بين مكعبين وفرق بين مكعبين قوس صغير وقوس كبير فرح تذكلي اللي هو فرق بين مكعبين x ناقص 2 هذا القوس الكبير يعتمد على القوس الصغير مربع الأول حكس الإشارة الأول في الثاني زائدا مربع الثاني لاحظت استطاعت أو أقدر هنا إجراء عملية الاختصار فبقى عندي منوة x مضروبة نبيش بالقوس أرجع المن لتوزيعه لي على القوس فأوزع الأكس على القوس من بعد إجراء عملية الاختصار فرح يصير x تكعيب زائد 2x تربيع زائدا 4x هل سأستطيع إجراء عملية التكامل فأكس أربعة على أربعة زائد 2x تكعيب على ثلاثة زائد 4x تربيع على ثلاثة زائد c إجراء عملية الاختصار والتبسيط إن وجدت هنا يبقى عندي ثلاثة وكتابة الناتج النهائي بأبساط صورة ننتقل لسؤال آخر هذا السؤال طلابنا اللي هو لو ألاحظ هنا ما يتعلق بالنسبة للسؤال ثلاثة x تربيع ناقصا أربعة لكل تربيع ناقصا 16 مقسوما على x تربيع هنا أذهب لفتح مربع الحدانية فأذهب لفتح مربع الحدانية فأفتح مربع الحدانية اللي رح يكون عندي 9x أربعة ناقصا اثنين في الأول في الثاني 24x تربيع زائد مربع الحد الثاني اللي هو 16 ناقصا 16 هنا بالاختصار والتبسيط هنا أكثر من طريقة يمكن سحب x تربيع من البسط عام المشترك وإجراء عملية الاختصار مع المقام لكن وأيضا هنا يمكن رفع المقام وأضربه بحدود البسط لكن يصبح الأسمال ته سالب اثنين فهنا بالحالة سحبنا عام المشترك اللي هو 3x تربيع الx تربيع مع الx تربيع بقت عندي ال3 أستطيع أخراجها خارج التكامل وأكامل وبعدين أوزعها وأقدر أوزعها أيضا وأجرع عملية التكامل هنا طلعنا خارج التكامل وكاملنا ال3x تربيع 3x تكعيب على 3 ناقصا 8x زائد سي أرجع وأوزع بإجراء عملية الاختصار إذن 3x تكعيب 3x تكعيب ناقصا 24 زائد ثابت التكامل زائد سي بهذا القدر طلابنا رح نذهب إلى فاصل وراجعي لكم بتكملة أسئلة والأمثلة بشكل كامل عن الفصل الرابع فاصل وراجعي لكم إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق اشتركوا في القناة